اشتركوا في القناة لأنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحك لا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطهون من هؤلاء يهودوا نصاب هذه الآية الأولى الثانية قال الذين لا الآية الثالثة قال الذين غلبوا على عملهم الآية الثانية قل أنبئكم بشد من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطابل يهود الآية الثالثة قال الذين غلبوا على أمرهم هذا في قصة أصحاب الكرم لنتخذلنا عليهم مثل إذن الآيات الثالثة ليس لها علاقة إطلاقة بأن الشرك يقع في الأمة وحسن الضم في المؤلف أن هذا خطأ من بعض المسجاة الذين نسخوا كتاب التوحيد وانتهى صح أو لا سبحان الله ما يخطئ المسجاة طيب مؤلف اخدمان لكن الآن قلنا هذا خطأ من بعض المسجاة من يذكر لي ما علاقة الآيات الثلاثة الآية الأولى في أهل الاتجاب يهود من الصور الآية الثانية في اليهود الآية الثالثة في أهل الاتجاب والباب بعض ما رجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأولى ما العلاق هاي الشيء متواب يقول الأكمل هذا الأخ يقول أكمل يقول لي أكمل أكمل مالا قال المؤلف حكيم فقيم بخاري هذا الزمن ذكر الباب وذكر الآية الثلاثة ثم ذكر حديث أبي الشعيك رضي الله عنه لتتبعن سنن وفي رواية سنن من كان قبلكم فإذا كان هذا قد وقع في الأمم السابعة وأننا سنتبعهم إذا لابد يقع في هذه الأمة كما ورد في حديث أبي الشعيك ومن قال أن يخضم بعض المساعدة هذا الذي يعني نعم إذا كان في الأمة السابقة من يعبد الجبته الضغط إذا لابد يقع في هذه الأمة من يعبد الجبته الضغط كان اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ بمن؟ بالمسلم قال لهم الله هؤلاء كان منهم قرد وخنازير لماذا مسخوا نصر عبدالسلام قرد وخنازير؟ لكاية بلا لأن الجزاء من جنس العمر قال لهم الله الصلاة والسلام لا يمكن نتغير عن هذا لو تأتي بليون نظرية نكذب كمان رب العالمين وهذا لا يقول أصلا في إنسان عاقب فالله سبحانه وتعالى قال هؤلاء إذا تقولوا حطة مثل حطة وادخلوا الباب للسجنة دخلوا يسخفون وكذا وكذا والسحوم ويوم السوت وغير هذا قال لهم كنوا قرده هل ترضو بهذا؟ لم يرضو طيب هل القرد الموجودة اليوم بقيت أولئك الممسوقين؟ لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن كل أمة مسخت لا يضقى لها نسب يعني لا تتكاثر مفهوم؟ طيب وهذا تحذير لنا من التحايل من التحايل على الشرع والتحايل على أنظمة الجامعة الإسلامية نعم الثالث ما هو؟ الثالث ما هو؟ الدليل يا الثالث قال الذين غلبوا على أمرهم أي الحكام أو الذين لهم الرأي والمشور ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يشعلوا على قبور هؤلاء مسادي وإذا هذا فيه تحريم اتخاذ قبور الصالحين مسادي وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في إخبار والنحذير عن نسلك الذي سلبه إخوانا بعض الناس في هذه الأيام ينشر الشباب بين الناس ويكتب ويتبجح بأعلى صرف ويقول أجبعت الأمة على جواز جفن الصالحين في المسادي ويحتج بقبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه نرد عليه نقول أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشاب وتترك المحكم عند النصوص محكم بين واضحا قال الذين غلبوا على أمرهم يتخذن علي المساجد وأن المساجد لله لا تجعلوا بيوتكم قبورة لعنة الله على اليهود والنصر اتخذوا قبورة أنبياء المساجد يحذروا ما صنعوا هذا آخر ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نصوص محكم أنت تتبع المتشاب الثاني من بنى المسجد من الذي بنى المسجد النبور من حي أو مي وقت بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد هو حي أو مي حي موجود القبر لا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالمسجد لا دفن بحجرة أم المؤمنين عائزة وكانت قطعا خارج المسجد تمام عندما أدخلت الحجرات إلى المسجد هل كان هذا إقرار من الصحابة لا أنكر من بقية من الصحابة وأنكر من بقية رضو الله عليه أنكر من بقية من التابعي حتى الآن بعد دخول الحجرات إلى المسجد أنت ترى القبر يا رجل لا أحد يسعر هذا الخلال لا أحد يرى تربة القبر بل لا أحد يرى الجدار الثاني هذا الكلام كذير يقول 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 يصور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمش قبر النبي بيدي صلى الله عليه وسلم كذار بينك وبين القبر ثلاثة جدران أنت الآن عندما ترى ترى الرابع بل الخامس حتى عندما يقول فتح الحجر دخل لا أحد يدخل يا أهل يقول هذا الكلام ما أقول أنا يقول ابن القيم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم لا تجعل قبر صنما لا وثنا لأنه وثنا قل نعم والصنم عبد من دون الله على صحيح قال اللهم لا تجعل قبر وثنا نعبد من دون الله قال ابن القيم رحمه الله ودعا عليه الصلاة والسلام بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران وأطلق غير عمله نعم هناك أناس يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم من دولة كذا من دولة كذا من خلف لكن لم يصل إلى أن يجعل القبر يقول لم يصنع في التاريخ هذا ابن القيم لم يصنع في التاريخ أن أحد سجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم